طيب لو دلوقتي حصل ولقيت ابني او بنتي قاعدين وسط الناس مثلا وراح فجأة قايل دنبارح بابا عمل ايه مع ماما دنبارح ماما راحت الحتة الفلانية دنبارح حصل مش عارف ايه وانا اصلا مش حابة اني حد يعرف انا بعمل ايه في حياتي ده احنا مسافرين الاسبوع اللي جاي راحين مش يعني حاجات بالنسبة له هي مش سر طبعا وده كأم انا ما روحتش قلتله حبيبي الحاجات دي جوه بيتنا مش المفروض انك تخرجها برا البيت انا بقى في الموقف ده اعمل ايه علشان اعلمه انه لا حبيبي مش كل الحاجات ينفع تتقال ومن غير ما اقوله بشكل مباشر فيحس انه مغضوط اولا لو انا عندي حاجة هبدأها بقى من بدري لو انا عندي حاجة حبة ناية ما تطلعش برا وانا بقولها للولد هقوله احنا مش هقوله ما تقولش ما تقولش دي يعني هو يروح يقول هقوله احنا هنقول بس مش دلوقتي استنى شوف مامي هتبدأ تقول امتى وانت هخليك تكمل معايا الكلام ده اول حاجة طب خلاص حصل وهو قال اول حاجة بطلبها اوعوا تعنفوا ولدكم قدام الناس تحت اي ظرف من الظروف دايما كده تلاقي انا بشوف لقطة تلاقي ماما جايب الولد يا اما اه يا اما اه كده يعني اكبر غلط ولا حتى ازعق فيه ولا اقول له سكت خلاص اصلي هو قال خلاص الموضوع خلاص طب اعمل ايه يا جماعة احنا بنفكر يعني لسه ان شاء الله بنفكر هنعمل كذا بس طبعا انا افضل ان من البداية اكون انا ايلى جوه البيت احنا بنفكر حتى لو هنعمل كده اصلا احنا بنفكر مثلا نسافر احنا بنفكر نعمل كذا بس مش هنقول دلوقتي استنى لما تسمع مامي بتقول وبأتكلم ممكن يقول او ممكن ده يحصل يا دكتور فيه يعني قبل ستبع سنين اه لا وخطط انا بعملها لكن انا بتكلم كمان في مواقف ممكن هو يروح يحكيها مثلا حصلت في البيت ماما مثلا انا ماما مبارح اتخلقت مع خلته ماما مبارح اتخلقت مع عمته ماما مبارح هو بيتكلم هو شاب حاجة قدامه حصلت اتخلقت مع بابا بابا قال لي ماما شعرت ايه ساعتها ماما هيبقى مطلوب منها اتخرجت هي كمان جدا بساعتها هيبقى مطلوب منها تقول جملة مختصرة ومفيدة تلم بيها كل الموضوع بس ايا كان بس طبعا ما طلحوش كداب قدام الناس ما تقولش ما حصلش لاني كل الناس عارفة ان ما فيش طفل غالبا هيبقى 50-60% من اللي بيقولوا صح اه حتى لو بالزبط فما طلحوش كداب قدام الناس ما تزعقلوش قدام الناس تالت حاجة ماما لازم تقول جملة واحدة بس تلم بيها الموقف فيه امات يا دكتور بيغضوها بهزار يعني هل مثلا صح ان انا هزر وما رجعش اكلمه تاني في الموضوع لا ما هو ده بقى الباقي بقى العلاج لازم ايا كان سن الولد من خمس سنين لغاية مثلا جمعة بعد جمعة فيه ناس بتطلع بالعادة دي الفوق قوي ايا كان سن الولد انا لازم بعد موقف زي كده اغضوه انا وهو الوحدنا واتكلم معاه على فكرة النهار ده حصل منك او منك حاجة دايقتني ايه يا مامي اللي حصل ما عملتش حاجة هم بيبقوا مقتنعين فعلا لانهما ما عملوش حاجة الموقف حصل قدر كذا كذا احنا طب معادي ما احنا بنتكلم لا يا حبيبي اللي بيحصل جوه بيتنا ما ينفعش يخرج برا الباب ده ومش بتوبيخ ولا بعنف شفتي لا يا حبيبي كده ناخدهم واحدة واحدة طب بعد السبع والثمان سنين لا لازم نبدأ نقف بعد السبع سنين قبل السبع سنين لا هتجيب نتيجة عكسية ليه قبل السبع سنين اما هو الطفل برضو قبل سبع سنين ده دكتور حاليا يعني بيروح المدرسة وبيفهم وبيذاكر وبيمتاح يعني هو بقى الطفل الى حد كبير واعي باللي بيحصل حواليه كلما السن الطفل بيزيد كلما وعي وإدراكه بيبدأ يعلى قبل ست سنين مثلا ستة ونص والحاجات دي ممكن ياخد موقف من الجواه ومش هنعرف نخرج كل الجواه لكن من سبع سنين وإحنا ماشيين بقى كده الفوق الطفل كل حاجة غالبا وخصوصا لو كانت بنت هترجع تقول هالك وهتنقشك في ولد غير قادر على الجدال والمنقشة في العكس تماما وهكذا يعني